موسيقى مستفيدتنا العزيزات مستفيدين الأعزاء أخوات المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا نحب بكم في حلقة جديدة من حلقات موضوع أنشطتنا المهنية إذن قبل أن تطرقوا للموضوع دي الحلقة دي اليوم سكون فيكم اللي يقدر يذكرنا بش نستفيدناه من هذا الموضوع دي الأنشطتنا المهنية وغادي نبدأ مع المستفيدة أمينة تفضل أمينة نعم أستاذ تعرفنا بالمفهم النشاط المهني وعلى أهمية العمل نعم جيد تبارك الله عليك إذن شكل يقدر يشرح لنا المعنى ديال النشاط المهني كيفما ذكرت أمينة نعم شوفوا لطيفة تفضلي نعم أستاذ النشاط المهني هو العمل اللي تشتغل به الإنسان جيد تبارك الله عليك وشنو أهمية هذا النشاط المهني في حياة هذا الإنسان نعم شوفوا فتحها نعم أستاذ الأهمية دياله هي أنه مصدر للدخل وتحقق الإطمئنان والراحة النفسية وتستهن في الاقتصاد ديال البلاد جيد تبارك الله عليك وشنو أهمية شروط نجاح الفرد في الميهنة دياله نعم نشوفوا فتحنا تجاوبنا نعم أستاذ كالإخلاص وإتقال العمل وتكوين المستمر فعلا تبارك الله عليك ذكرنا مجموعة من الشروط ومن بينها الإبداع والابتكار في العمل حيث كل واحد فينا خاصه يعتز بالميهنة اللي كيدير ويعمل على تطوير ديالها باش يستفد منها ويفيد نفسه والأسرة دياله ويفيد أيضا المجتمع ككل إذن الآن أعزائي قد نواصلوا الحديث على المشروع اللي نجزته ونفدته في الحلقات الماضية إذن الآن شكول يقول لنا أشنا هي العلاقة اللي ممكن تجمع ما بين الموضوع ديالنا أنشطتنا الميهنية اللي احنا فيه هاد الأسبوع وما بين المشروع اللي احنا كنشتغلو به اللي هو غرسه شتلاتين لتزيين المحيط إذن شنا هو الرابط بينتهم شوفوا خالد نعم الأستاذ العلاقة هي أن هذا المشروع ممكن نجعله مهنة في حياتنا ويولي لنا مشروع كبير في مستقبلنا جيد تبارك الله عليك خالد وخاصة الناس اللي عندهم هواية أو استعداد تام بالعناية بالنباتات أحيانا تتكون عندنا فرص في حياتنا اللي كتفتح لنا آفاق للمستقبل وكتكون ما كتحتاج لإمكانيات كبيرة ممكن تكون لبداية فقط بماديات وإمكانيات بسيطة خاصة غير الإرادة والعزيمة إذن الآن أعزائي غادي نمر المرحلة الأخيرة من مراحل المشروع واللي كتسمى مرحلة تقويم المشروع إذن شكو اللي ذكرنا فيكم بمعنى أو المقصود بتقويم المشروع نعم تفضلي أمينة؟ نعم أستاذ عملية كنقمو بيها باش نشوفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مثال دي الأمور اللي ممكن نقومها في هاد المشروع دينا نعم نشوفوا لطيفة نعم أستاذ نشوفوا واش مشروع تايل بيجوجب الحاجيات دينا بحياتنا واش نجحنا في اخطيار الوسائل والأدوات باش ننفيدو المشروع جيد تبارك الله عليك لطيفة ممتاز نشوفوا فاطنا عندك شئ إضافة أخرى نعم أستاذ نشوفوا واش كانت تواصل بيناتنا واش نحن راضي نعلم المنتوج دينا تبارك الله عليكم إذن أعزائي هذي هذي تكون بعض الأمثلة ديال تقويم المشروع كي بلي أنكم استوعبتوا لمعنى دياله جيدا تبارك الله عليكم واتعلمتوا كذلك كيفاش تقوموا ذواتكم والعمل ديالكم وفعلا كيفما ذكرتوا مرحلات التقويم هي واحد المرحلة اللي مهمة من مراحل المشروع إذن الآن غدي نجمعوا هذي الأفكار ديالكم في شبكة اللي غدي نوزع لكم واللي غدي تشوفوها كذلك على الشاشة هذه هي المعايير اللي كنقوموا في هالمشروع ديالنا ثم عندنا كذلك سلم التقديرات إذن نقرأ هذي المعايير هذي عندنا يلبي الحاجات يحقق الأهداف دائما كنتكلموا على المشروع اللي احنا في إطار السيغة دياله عندنا كذلك المشاركة والتعاون في إنجاز العمليات ثم من المعايير كذلك وقت إنجاز المشروع ثم معيار آخر الوسائل والأدوات أيضا دور المنشط ثم عندنا كذلك جودة العمل وأخيرا من المعايير درجة الرضا عن المنتوج إذن هذه هي المعايير وهذه هي شبكة التقويم اللي عندنا وغادي نطلب من لطيفة تعاود تقرأ لنا هذي المعايير اللي غادي نديروا فيها التقويم تفضلي لطيفة نعم أستاذ يلبي الحاجات يلبي الحاجات يحقق الأهداف المشاركة والتعاون في إنجاز العمليات وقت إنجاز المشروع الوسائل والأدوات درس المنشط دور دور المنشط جودة العمل درجة الرضا عن المنتوج جيد درجة الرضا عن المنتوج إحسنتي لطيفة الآن غادي نعطي الفاتحة أنها تعاود لنا هذي المعايير هذه تفضلي فاتحة نعم أستاذ يلبي الحاجات يحقق الأهداف المشاركة والتعاون في إنجاز العمليات وقت إنجاز المشروع الوسائل والأدوات درجة دور المنشط جودة العمل درجة الرضا عن المنتوج جيد تبارك الله عليك فاتحة إذن هذه هي شبكة التقويم اللي عندنا قبل غادي نشرح لكم من بعد طريقة الملأ ديالها لكن قبل ما نبدأ أعزائي في تقويم المشروع غادي نشوف أولا لقطات اللي غادي تذكرنا بحلقة الإنجاز اللي فاتت باش نتذكروا جميع العمل ديالكم باش يسهل علينا التقويم إذا نبغيكم تشاهدوا معي جميع الشاشة الكبرى غادي تظهر لنا لقطات عن حلقة الإنجاز إذن هذه نبتات الزعتر هذه نبتات الزعتر جيد وجنا الطراب وجنا السامد نعم نشوف السامد اللي عندكم حيث السامد كيعاون على شتلة باش تطلعتكم جيد إذن هذا هو السامد اللي كتديروه مع التربة باش كيعاون باش كيعاون النبتة جيد إذن توقيت الزعتر أحسنتم تبارك الله عليكم هذا مكوين سميته السامد كنديروه باش كيعاون النبتة فباش تنبت جيد تبارك الله عليكم نحطوها كاعد كنغطيه عليه نعم أحسنتم وكذلك كتتتغلوا بالأدوات اللي كناتتكلمنا عليها مجرفة ومجرفة المسننة ويحن نرى دلللشت لرى عرصنا سميته كينا السامد والي أحساب التربة يو دابا قد دينا في المحبقة غيب انتم كتتتغلوا بعدها لنا بتات طماطم واختري تربة تكون التربة تكون دافية شوية دافية شوية وهد سميته السامد كذلك باش يعاون النبتة وهالأدواتها ومراكها خدمة جيد تبارك الله عليكم إذن من بعد ما تبعنا هذه اللقطات هذه اللي كانت عن حلقة الانجاز اللي انجزتوا فيها المشاريع ديالكم في إطار الثنائيات الآن غادي نوزع لكم شبكات التقويم كيف ما كتلاحظوها على الشاشة وكل ثنائي غادي نعطيه مهلة للتفكير باش ينجز تقويم ذاتي للعمل ديالهم إذن تضلوا خدوا وقت كافي وشوفوا المعايير مزيان وفكروا في كل معيار وسلم تقدير دياله إذن ما تنسوش أن هاد شبكات التقويم خسكم تملؤوها بشكل تشاركي كل معيار تعطيه وقته وتعطيه سلم تقدير لكي يستحق إما جيد أو مستحسن أو لا بأس به حسب درجة الرضا ديال كل واحد فيكم على هذا المعيار هذا نعم إذن إذا انتهيته حاولوا تملؤوا الشبكة سلم التقديرات بقلم وتضعوا العلامة أمام كل معيار في الخانة المناسبة إذن إذا انتهيتم وممكن نبدأوا العمل ديالنا نبدأوا التقويم انتهيتم جيد أحسنتم إذن نبدأوا الآن بالثنائي الأول لطيفة وأمينة إذن من بعد مسألة التقويم ديال المنتوج ديالكم حاولوا تذكرونا بالمنتوج اللي أنتم ما خدمتوا عليه أو المهمة اللي كانت عندكم نحن عندنا غرص ديال الأعشاب العطرية واشتغلنا على غرص شكلة الزعتر وفي نفس الوقت قدمنا طريقة غرص نبتة النعناع جيد تبارك الله عليكم ومن خلال اشتغال ديالكم في هاد في هاد الحلقة هاد أشنا هو الانطباع ديالكم حول المشروع نعم أستاذ تستفدنا بززاف من هاد المشروع حيط عطانا فرصة باش نعرفهم جمع ديال الأعشاب والفوائد ديالها وكيفاش نزرعهم في المنزل جيد تبارك الله عليك لطيفة ايدان بحال هاد الأعشاب الزراعة ديالهم بسيطة وفي نفس الوقت تنضمنوا شي حاجة اللي هي نقية وصحية وخالية كذلك من المواد اللي كتضر بالصحة ديالنا وحتى من المحيط اللي كي حط بينا ايدان نشوفوا الآن الشبكة اللي عبتوا على الشاشة ونشوف التعليق ديالكم عليها ايدان هذه الشبكة ديال الثنائي الأول لطيفة وآمنة وهذه كيفاش عمروا الشبكة ديال تقويم ديالهم بناء على المعايير ديالنا ايدان نشوفوا آمنة شنو تعليقكم علي الشبكة نعم واسد مشروع لبى الحاجات ديالنا وحقق الهدف اللي بغينا واستبدنا منه بزاف جيد تبارك الله عليك ايدان نفسوا لهم تقديرات حتى تجيد على انه يلبي الحاجات وكذلك يحقق الاهداف وبالنسبة لمشاركة ديالكم في انجاز العمليات والتعاون تعاوننا بنادنا وتعاون نحتم على المجموعات الاخرى وخالد هو اللي تكلف وجاب لنا الطربة لنا كاملين وكنشكر بزاف جيد تبارك الله عليكم وهذا هو اللي مطلوب ومرغوب فيه في اطار العمل الجماعي او العمل التشاركي لان هاد المهام المشروع كامل اللي هو غرس الشتلات وتزيين المحيط اللي احنا فيه اذا نشوفه الان تكملوا لنا على درجة جودة العمل والرضاء عن المنتوج نعم تفضلي لطيفة نعم استاذ في الحقيقة فرحنا به الانجاز اللي درنا ولكن يالله نتعلمه خاصنا نزيده نتعلمه بطر تبارك الله عليك لطيفة اذا جودة العمل ودرجة الرضاء عن المنتوج تبارك الله قدرتوا بسلم التقدير مستحسن احسنتم تبارك الله وقد طمحوا كذلك لانكم تزيدوا التعلموا وتزيدوا تبحتوا باش تزيدوا استفدوا اكتر تبارك الله عليكم اذا هذا العمل اللي قمتوا به هو عمل جبار وعمل تشكرون عليه والانسان دائما كيفما قلت لطيفة تيطمح لانه يتعلم ويحسن من الافكار اللي عنده اذا الآن غادي نشوفوا الثناء الثاني فتيحة وفطنة اذا نشوفوا العمل اللي تكلفتوا بها من قبل ذكرنا به نعم استاذ احنا تكلفنا بغرس شتلم النباتات الزينة وقامنا بغرس النبات زنبق سالم وقدمنا معلومات على نبات اللوية وطريقة الغرس ديالها جيد فتيحة تبارك الله عليكم تبارك الله عليك قدلك فطنة اذا نشوفوا الآن شبكة التقويم ديالكم اللي ملأتوها وعبأتوها وغادي نشوفوها على الشاشة اذا كيفما كنلاحظوا المجموعة الثانية او الثناء الثاني اللي هي فتيحة وفطنة ملقوا شبكة التقويم بناء على المعايير اللي عندنا وفي سلم التقدير كنلاحظ انهم داروا جيد في كل المعايير اذا الجيدة والحسنة نعم انا من المحنبين ديالغرس الناباتات المنزلية ولكن شحمنا مرة تنزرع شي نبتا وما تتصطقش معايا كتبدا تتنبت ومن بعد تتموت وتدبال ولكن في هذا المشروع استفدنا بزاف وعرفنا معلومات كانت غيبة علينا جيد فتيحة تبارك الله عليك هذا هو المبتغى والمرمى ديالنا من خلال هذا المشروع اللي هو أن الجميع يستفد ويكون أفكار جديدة على المشروع وعلى غرس النباتات وانتفطنا عندك مضيفة لنا نعم أستاذ أنا عمرني ما فكرت نتعلم غرس وكانت هذه تجربة ذوينة بزاف شجعتني على هذا العمال ديال الغرس ومن تتدير شي حاجة بيديك تتحس في السعادة والموت وتتحافظ عليه وتطوره جيد تبارك الله عليكم إذن لهذا وضعته جيد في تلبية الحاجات وتحقيق الأهداف وبالنسبة المعيار الثالث اللي هو المشاركة والتعاون في إنجاز العمليات كيف كنته جيد في سلم التقدير كيف كانت المشاركة بينتكم نعم فطنة نعم أستاذ صراحة فتيحة ساعداتني وشجعتني في هذا المشروع وحترمنا وقت العمل جيد تبارك الله عليكم إذن احترمتوا كذلك وقت إنجاز المشروع وبالنسبة لجودة العمل ودرجة الرضا عن المشروع وش كنتوا راضين عليه فعلا نعم أستاذ نحن راضين وفرحانين بزاف وإن شاء الله هذه ستكون بداية باش نستمر في هذا المشروع وإن شاء الله نطوره ونقدر نديره مشروع في المنزل نعم جيد فتيحة تبارك الله عليك إذن هذا هو المبتغى والهدف الرئيسي من خلال هذه المشاريع وهي أننا نفتح أفاق جديدة في هذا المجال ذي الزراعات وغرس النباتات وكذلك نوضف المهارات والقدرات اللي عندنا في مشاريع الطبيقية ونفعية باش تفيدنا في الحياة دينا تبارك الله عليكم إذن غادي نشوف الآن الثناء الثالث اللي بقى لنا اللي هو المهمة اللي أنتم مكلفين بإنجازها نحن تكلفنا بغرس الشتلة ديال الطماطم وقدمنا معلومات على غرس النبتة الفراولة جيد تبارك الله عليكم إذن العمل هو غرس الشتلة ديال الطماطم ومن بعد عودتوا جبتوا واحد الفكرة أخرى اللي هي فكرة غرس نبتة الفراولة أو الفريز تبارك الله عليكم إذن نشوف شبكة تقويم الثناء الثالث خالد وعبدالحق على الشاشة إذن هي كالآتي كما تشوف أمامكم على الشاشة عندنا المعايير وسلم التقدير يتراوح ماب جيد ومستحسن إذن ثناء الثالث خالد وعبدالحق كيف تجاكم العمل على هذا المشروع هذا نعم الأستاذ في الحقيقة تجريبة كانت زوينا وكي أجبني نهتم بالمحابق لكن ما عمرني فكرت نزرع الخضر والفواكي وكان صح اللي عندهم المساحات كافية في المنزل بحل الأسطاح ولا الباركو ولا الحديقة يهتموا بهذه الزرعة جيد تبارك الله عليك خالد فعلا هذه نصيحة جميلة اللي نسديوها الناس اللي عندهم مساحات كافية في البيوت ديالهم أو حتى في المحال ديالهم عبدالحق عندك شيء إضافة أخرى نفس الرأي من نوع ديال الزراعة تلب لنا حاجية وكيحقق لنا الأهداف ديالنا جيد تبارك الله عليك الزراعة اللي انتم اخترتوا أنكم تشتغلوا عليها اللي هي زراعة شتلات ديال الخضروات أحسنت عبدالحق تبارك الله عليك إذن شفتكم هنا درتوا علامة في الخانة ديال جيد فيما يخص الوسائل والأدوات وجودة العمل كذلك واش عندكم شيء توضيح على المعيار هذا نعم عبدالحق عم أستاذ درنا جيد حيث اختارينا الأدوات المناسبة وغرصنا النبتة في مكانها المناسب جيد تبارك الله عليك عبدالحق الزراعة تشتغلوا النبتة بشكل جيد إذن أعزائي الزراعة خاصكم تنتابهوا النوعية وحجم الأصص التي تستعملوها الأوعية التي نضع فيها هذه النبتة وكتبان الأهمية هذه التخطيط الجيد لأي مشروع في كل كبيرة وصغيرة وبالنسبة لتقييمكم أعزائي لجودة العمل لماذا قدرتم استحسن في سلم التقديرات نعم الأستاذ استفدنا بزاق من هذا المشروع وحسينا بالمتعة في العمل غير هي نستفد بعض الأخطاء البسيطة باش نتفدوها في الأعمال المقبلة جيد تبارك الله عليكم إذن العمل ديلكم كيفما لاحظنا خلال اللقطات اللي دازو ديال الإنجاز كان عمل جميل وعمل جيد أما بالنسبة لهذه الأخطاء اللي ذكرتي خاليد فهي لا بأس بها ولا تضر هذه الأخطاء الدور ديال تقويم المشروع اللي هو تجويد لعمل ومعرفة نقاط الضعف والتغلب عليها إذن تبارك الله عليكم كاملين العمل اللي قمتوا بها عجبني بزاف وجميل ورائع والآن غد نمر الفقرة مهمة بزاف وهي فقرة حصيلة المستفادات من المشروع وهذا الفقرة هذي كنتعرف فيها على الحصيلة اللي راكمتوها من خلال تنفيذ العمليات ديال المشروع خلال هذه الحلقات كلها لداز إذن الآن غد نسولكم أشنا هي المستفادات اللي خرجتوا بها كنتيجة من هذ المشروع هذا إذن غد نعطيكم واحد المهل للتفكير باش تفكروا مزيان أشنا هي المستفادات اللي غد تخرجوا بها من خلال هذ المشروع هذا وتعبروا عليها شفويا بطريقتكم الخاصة إذن نبدأ على بركة الله ونشوفو الثناء الأول نعم الثناء الأول كان الشيغال ديركم على الأعشاب العطرية واختريتوا نبتة المستفادات اللي خرجوا بها من خلال هذا المشروع هذا تفضلوا نعم أستاذ تعلمنا من المشروع أن التعاون والتشارك هو أساس النجاح واستفدنا أن هذا النوع من النباتات كتخلق لنا الحيوية والمتعة وكنحس بالمسؤولية تجاهها جيد تبارك الله عليكم إذن هذه المستفادات اللي خرجوا بها من خلال هذه الحلقات كلها لداز ديال المشروع وكذلك من خلال الإنجاز ديالكم والغرص ديالكم إلى نبتة الزعتر أحسنتم تبارك الله عليكم نشوفوا الآن نمر الثناء الثاني فتحة وفطنة وش ممكن تتحدثوا لنا بطرقتكم الخاصة على المستفادات اللي حصلتوها من خلال هذا المشروع هذا نعم أستاذ تعلمنا أن البحث على المعلومات أساس ناجح المشروع واستفدنا من هذه المهمة اللي قمنا بها أن النباتات كتعطينا المكان جامل وكتعطينا وكتخلينا نشعره بالراحة نفسية جيد تبارك الله عليك كذلك نشعره بالراحة والسعادة والطمأنينة لأننا كنشوفوا شي حويش اللي زوينين بحل ديك نبتدي الزنباق السلام اللي عنده واحد المنظر جميل ورونق وكتعطينا المكان اللي كيحيط بنا واحد الجمالية أحسنتم تبارك الله عليكم إذن نشوفوا الآن الثناء الثالث خالد وعبد الحق ممكن تعطينا الحصيلة دي المستفادات ديلكم على هاد المشروع اللي انجزناه تفضلوا نعم أستاذ عرفنا أن زراعة الخضر والفواكه في المنازل كتوفر لنا المال وكتستفضوا من المنتجات الصحية وكتعلمنا الاعتماد على الدات والإحساس بالمسؤولية جيد تبارك الله عليك إذن تمكن تختارطو خلال المشروع والإنجاز دياله أنكم تغرسوا نبتة الطماطم أحسنتم تبارك الله عليكم وهذه أعزائي من فوائد الزراعة المنزلية بالإضافة كذلك لهذا الشي اللي ذكر خالد أن هذا المشروع هو فرصة لإشراك أفراد العائلة وتعليمهم مهارات وقيم نبيلة حول البيئة والمحافظة عليها والاهتمام بها ومن خلال هذا المناقشة غدينجمعوا الأفكار ديالكم في هذه الخطاطة اللي غدينتلاحظوها وقد نطلب من لطيفة تقرأ لنا هذه الحصيلة ديال المستفادات تفضلي لطيفة حصيلة المستفادات من المشروع الجانب النفسي والجمالي نعم جيد المسؤولية والصبر والثقة بالنفس المتعة والإنخراء والاسترخاء المتعة والاسترخاء والتحسين المزاج إضافة إضفاء 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 لمسة جمالية على المنزل أحسنتي اكتساب القيام الجمالية نعم اكتساب القيام الجمالية إذن سنطلب من آمنات عود تقرأ لنا هذه الحصيلة هذه نعم حصيلة المستفادات من المشروع الجانب النفسي والجمالي المسؤولية الصبر والثقة بالنفس نعم جيد المتعة والاسترخاء وتحسين المجاج المزاج وتحسين المجاج المزاج جيد إضفاء إضفاء لمسة جمالية على المنزل نعم اكتساب القيمة الجمالية اكتساب القيم اكتساب القيم الجمالية جيد تبارك وطلع لكم أمينة إذن كانت هذه حصيلة المستفادات في الجانب الذي يخص الجانب النفسي والجمالي سنمر الآن للجانب الصحي والبيئي كذلك استفدنا مسائل التي تخص الصحة والبيئة ونطلب من خالد يقرأ هذه المستفادات هذه تفضل خالد نعم حصيلة المستفادات من المشروع الجانب الصحي والبيئي الحصول على منتجات منتج منتج من آمن آمن وصحي وصحي خالي من المبيدات جيد خالد خال من المبيدات أحسنت ثم تقليل التلوث تلوث البيئي واكتساب القيام بيئية جيد واكتساب قيام بيئية أحسنت خالد تبارك الله عليك ونطلب الآن من عبد الحق يعود القراءة تفضل عبد الحق نعم حصيلة المستفادات مستفادات مستفادات من المشروع الإيجابي الجانب جانب صحي البيئي الحصول على منتج نعم منتج منتج آمن وصحي حصول خال خال من مبيدات جيد تبارك الله عليك بالحق تقليل تقليل تلوث تقليل تلوث تقليل تلوث البيئي واكتساب 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 قيام بيئية جيد تبارك الله عليك إذن تقليل تقليل التلوث البيئي واكتساب قيام بيئية أحسنتم إذن نمر الآن جانب الثالث من هذه المستفادات هذه اللي كانت تحدثت عليها من خلال المشروع دينا وهي الجانب المالي والاقتصادي وقد نطلب من فاتحها أنها تقرأ لنا هذه المستفادات نعم أستاذ حصيلة المستفادات من المشروع الجانب المالي والاقتصادي جعل أفراد الأسرة عناصر فاعلة في العملية العملية الإنتاجية نعم جيد إنتاج بعض الإحتياجات المنزلية من الغذاء طيب أحسنت خلق مشروع لاستغلال للاستغلال للاستغلال الشخصي أو مشروع تجاري مدر للدخل جيد فتحة تبارك الله عليك إذن هذه من بين المستفادات اللي ممكن نستفدها من خلال هذا المشروع واللي كتخص الجانب المالي والاقتصادي إذن نطلب من فاطنا تعيد قراءة هذه المستفادات نعم أستاذ حصيلة المستفادات من المشروع الجانب المالي والاقتصادي جعل أفراد الأسرة عناصر فاعلة في العمالية الإنتاجية إنتاجة جيد إنتاج بعض الإحتياجات المنزلية من الغذاء خلق مشروع للاستغلال الشخصي أو مشروع تجاري مدر للدخل جيد تبارك الله عليك إذن كيفما قلنا هذه مستفادات اللي كتخص الجانب المالي والاقتصادي إذن الآن من بعد ما ذكرنا هذه المستفادات كلها سنحاول نجمعها في هذه الخطات اللي ستظهر أمامنا على الشاشة هي نفسها المستفادات اللي قرناها من قبل و سنعودها لكي نزيد نتبتها و نقررها إذن عندنا حصيلة المستفادات من المشروع و كيفما كنتشوفوا عندنا مستفادات في الجانب النفسي والجمالي و قلنا المسؤولية والصبر والثقة بالنفس المتعة والاسترخاء وتحسين المزاج ثم كذلك إضفاء لمسة جمالية على المنزل ثم اكتساب القيام الجمالية إذن هذه المستفادات اللي خرجنا بها من خلال هذا المشروع واللي كتخص الجانب النفسي والجمالي الآن قد نشوفوا المستفادات دي الجانب الصحي والبيئي اذكرنا من بينها الحصول على منتج آمن وصحي خال من المبيدات ثم كذلك تقليل التلوث البيئي واكتساب قيم بيئية وتحدثنا كذلك على المستفادات اللي قد نخرج بها من خلال هذا المشروع عادي واللي كتخص الجانب المالي والاقتصادي و قلنا أن المستفادات الأولى جعلوا أفراد الأسرة عناصر فاعلة في العملية الانتاجية وأيضا انتاج بعض الاحتياجات المنزلية من الغذاء ثم من بين المستفادات كذلك خلق مشروع للاستغلال الشخصي أو مشروع تجاري مدر للدخل إذن تبارك الله عليكم هذه المستفادات كلها اللي ذكرتها كانت جميلة و رائعة و راقية وبهذا أعزائي قد نكون وصلنا لنهاية حلقتنا دي المشروع ما تنسوش تعودوا تشاهدوا بت هذه الحلقة على قناة السادسة أو على الرابطين الإلكترونيين اللي كي يظهروا أمامكم على الشاشة نودعكم في أمان اللقاء بكم في حلقة مقبلة بإذن الله دمتم في أمان الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة